أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس على حاكم الشارقة قرارا إداريا بشأن حوكمة البيانات وإدارتها في إمارة الشارقة ونص القرار على أن يكلف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتنظيم حوكمة البيانات وإدارتها على مستوى الإمارة وله في سبيل ذلك اعتماد السياسات والمعايير وإصدار الأدلة الإرشادية لكل ما يتعلق بتنظيم حوكمة البيانات وإدارتها في الإمارة وبمجب القرار تلتزم كافة الجهات الحكومية المحلية المركزية واللمركزية والجهات شبه الحكومية في إمارة الشارقة بتطبيق السياسات والمعايير والأدلة الصادرة والمعتمدة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة